البداية بتطورات الوضع بالأراضي الفلسطيني المحتل دائما أين أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة حماس أنها قصفت مستوطنات عسقلان وكيسوفيم وذلك مع انتهاء الهدنة المؤقتة بقطع غزة وفي بيان انتبنت سرايا القدس اطلاق ثلاثة صواريخ وقالت إنه في إطار عملية البنيان المرسوس قصفت سرايا القدس عسقلان بثلاثة صواريخ من نوع جراد كما أعلنت قصف مجمع أشكول بخمسة صواريخ وموقع ناح العوز العسكري شرق مدينة غزة بالمقابل دوت صفرات الإنذار في عسقلان والنقب الغربي وعدة مستوطنات صهيونية أخرى هذا وعدت الغرات الصهيونية لتصنع مجددا يوميات سكان قطاع غزة أين قصف سلاح جو الكيان الصهيوني عدة مناطق بغزة وكانت حماس قد توعدت باستئناف القتال صباح اليوم عن تهاء الهدنة المتفق عليها لمدة 72 ساعة ما لم توافق اسرائيل على المطالب